شكرا هدير التاسع بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بإتمام المنشآت في المدينة الأولمبية وفق المعايير والمواصفات العالمية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد طلع رئيس السيسي في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة منشآت القيادة الاستراتيجية كما تم عرض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الجدارية الكبرى بالمدينة وطلع رئيس السيسي على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مستجدات العمل في مجمع الورش الحرفية في مدينة الأمل كما تم استعراض جهود رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح السالم وذلك باتبره أحد المحاور المرورية الأساسية داخل القاهرة أمر النائب العام بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين إلى محكمة الجنيات المختصة لمعاقبتهم عما أسند إليهم من ارتكابهم جريمة خطف طفل بالإكراه بالمحلة الكبرى وقالت النيابة في بيان إن المتهمين دهموا محل تواجد الطفل وقتضوه عنوى داخل سيارة إلى عقارح تجزو به وطالبوا بفدية من ذويه نظير إطلاق سراحه بالإضافة لحيازتهم وإحرازهم سلاحين ناريين ودخائر مما لا يجوز ترخيص بحيازتها أو إحرازها وإطلافهم السيارة المستخدمة في الجريمة وغير المملوكة لهم بإدرام النيران بها إخفاء لجريمتهم قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان دابرا لاينز اليوم إن هناك حاجة ماسة لتدفق الأموال سريعا إلى أفغانستان للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد والنظام الاجتماعي وحذرت دابرا لاينز مجلس الأمن الدولي من أن تجميد الأرصدى الدولية الأفغانية وأموال المنحين سيشعل شرارة انكماش اقتصادي حاد يمكن أن يلقي بملايين آخرين في هوية الفقر والجوى أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 731 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 244.793 حالة وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم تسجيل 413 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس مشيرا إلى وفاة 12 حالة جديدة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 753 وفاة بفيروس بالإضافة إلى 30891 حالة إصابة جديدة وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البرازيل إلى 585 ألفا ومائة وأربعة وسبعين بينما وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 20 مليون وتسعمائة وثمانية وخمسين ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعين أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 14828 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وسبعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل 730 وفاة جديدة بالفيروس في البلاد لترتفع حصيلة الوفيات إلى 266 ألفا ومائة وخمسين حالة أما رياضيا فقاد النقب الأرجنتيني ليونالماسي منتخب بلاده للفوز على بوليفيا بثلاثية نظيفة ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم ثلاثية الأرجنتيني حملت توقيع ماسي الذي تصدر قائمة هدف أمريكا الجنوبية بتسعة وسبعين هدفا متقدما على الأسطورة البرازيلي بيلي بهدفين وبهذا الفوز رفعت الأرجنتين رصيدها للنقطة الثامنة عشر في المركز الثاني بعد البرازيل المتصدرة بـ 24 في حين تجمد رصيد بوليفيا عند ست نقاط في المركز التاسع وقبل الأخير نهاية مجزة التاسع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل